ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا للفقرة طبية أوقات كتير منلاقي حد من معرفنا أو أي حد قريب مننا كل ما منقبله أو نكلمه أو نسأله على صحته يقول لنا إيه أنا عندي برد أو كان عندي برد أو داخل على دور برد وبنبقى مستغربين ليه فيه ناس بتمرد بسهولة كده وبتاخد وقت طويل أو يعلمة تخف وتتعافة الحقيقة إنه بالرغم من إن تقوية الجهاز المناعي ده شيء مهم جدا للوقاية من الإصابة بأي مرض إلا إن فيه ناس كتير بتهمل الجزء ده أو ممكن يتبعوا طرق لكن معتقدين إن هي صحية ومهمة لتقوية المناعة وهي في الأساس غلط تعالوا بقى فقراتنا النهاردة نتكلم أكتر عن الطرق الصحيحة لتقوية المناعة مع ضفتي المشرفاني منوراني في الاستوديو دكتور دينة أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال أهلا وسهلا يا داندون شيف عظيم الأمر منورون يا حبيبت عهني يا رب بخير دايما ويا رب تكون كانت أجازة عيد سعيد عليكي وعلى أسرت الجميع ومبسوطة إن إحنا أول لقاء بنا كده يعني بعد بقى أجازة العيد هنتكلم عن حاجات كتير أكيد مرنا بيها في الفترة القليلة دي لكن مهمة زي ما اتكلمت في أول المقدمة بتاعتي إنه فعلا إحنا بنتعرض لده فجأة كده نحس إن إحنا تعبنين يجينا إحساس بالخمول بالتعب الجسماني حس بوجع في جسمي أحس إني زكمت أو بدأت أرشح أو حاجات بسيطة لكن أقول إيه أنا شاكي دخل على دور برد ممكن يكون ده يعني أسباب كتير بنتعرض لها بسبب أشعر فيه السبب الحقيقي في وراها إيه ولأ ودور البرد في الصيف ده بيبقى صعب ومعرف جدا دي حقيقة فعلا السبب في المناعة يعني طول ما أنا معززة مناعتي ومقوية مناعتي بالأكل الصحي بالنوم الكافي برياضة خفيفة بفيتامينات ومعادن يبقى أنا كده جسمي بقى حيطة صد لأي فيروس بيتخله جهاز المناعي هو جهاز ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أقوى الأجهزة وأهم الأجهزة اللي في الجسم إنها تصد أي فيروس أو أي بكتيريال إنفاكشن طيب إزاي نقدر نقوي جهازنا المناعي لأن الجهاز المناعي عبارة عن الوايد بلوت سيلس اللي هو كرات الدم البيضة والأنتي باديز والمايكرو بايون إيه المايكرو بايون دي البكتيريا النفع اللي في الجسم لازم الجهاز الهضمي بتاعي يبقى سليم ده رقم واحد عشان مناعتي تبقى قويسة ونستخدم مكمل غذائي آمن في الفيتامينز المهمة لجهازنا المناعي المكمل الغذائي ده هو ELP MultiVit أو ALPA MultiVit ده من أقوى المكملات الغذائية اللي موجودة في السيدلية دلوقتي أو موجودة عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة لأنه بيحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية 500 ميلي جرام وبيحتوي على أعلى تركيز في الزينك صعب جدا تلاقي مكمل غذائي فيه almost 24 يعني 23.9 يعني 24 ميلي جرام صعب جدا تلاقي مكمل غذائي فيه النسبة دي لكن ده بيتحقق في ALPA MultiVit ALPA MultiVit أولا طبعا ده صورته على الشاشة مهمة قوي اللي السادة المشاهدين اللي بتفرجوا علي صورته عشان اللي عايز اشتريه من السيدلية ما عنديش بديل مفيش بديل ليه اطلاقها وما ينفعش يتقال انه ليه بديل تاني حتى لو من أنواع أخرى لأنه هو النسب اللي فيه اللي هتكلمين عنها دلوقتي مختلفة والفيتامينات والمعادن أنا عندي 13 عنصر عندي 13 فيتامين وماعدن داخل ALPA MultiVit اللي موجودين على الشاشة دلوقتي فأنا ما عنديش بديل فاللي هيشتريه من السيدلية يحفظ شكل العلبة واللي هيشتريه أونلاين عن طريق فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة أرقام الشركة بتاعتنا ده بيوصل له ALPA MultiVit لحد باب البيت أيا كانت محافظة في مصر احنا موجودين في كل محافظات مصر السحل الشمالي دلوقتي الريت عنده فيه عالي جدا بنوصل لأي قرة في السحل الشمالي عندي الغردقة شرم الشيخ لحد مرسمة طروح وكل المحافظات احنا موجودين فيها وبطمن الناس كلها أنه واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء معنى كده أنه تعمل عليه تستات مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان ينزل ويبقى في متناول الجميع ويصلح للاستخدام أنا عايزة قبل ما تقوليلي عن الحاجات الموجودة في ALPA MultiVit كمان هو أعلى تركيز في الزينك وطبعا نسبة الفيتامين C500 ده قويس جدا الفيتامين C500 وزينك 23.9 ويقوي المناعة يجمع بين فيتامين C والزينك احنا كلنا عارفين أن المناعة يعني فيتامين C وزينك لو أتكلم أنه غني بمجموعة فيتامين B الكاملة ده كمان بيميزه يعني فيتامين B ده الحياة يعني بسميه ده الحياة ده المهم للأعصاب فيتامين B مهم لخلايا الدم الحمراء مهم لأعصاب العين مهم لعملية التمثيل الغذائي والحرق لأن الفيتامين B هو اللي بيحاولي الكربوهايدريت لطاقة والأكل اللي بناكله لطاقة من غير فيتامين B مفيش حياة عشان كده كل مريض سكر لازم يدعم أعصابه ويدعم دمه بفيتامين B وده الدكتور بيكتب له مع الأدوية اللي بياخدها أكيد الأدوية هي رقم واحد للعلاج والفيتامينات هي دعم للصحة ودعم للمناعة ودعم للتمثيل الغذائي هاي عايزة بس أسألك هنا حاجة إيه العلامات اللي تعرفنا أن احنا عندنا مناعة ضعيفة يدينا كده عشان فيه ناس ممكن تكون غايبة عنها للحتة دي العلامات أولا لو أكلت كمية سكرات كتيرة جدا من نفسي كده أعرف أن مناعتي ضعيفة لو ما عملتش مونتر للنسبة السكر في الدم منعتي ضعيفة وحتى على الأطفال عشان الجماعة بس الناس اللي هي بتبقي بتدي الأولادها سويتس على أن ده نوع من أنواع يعني هما بيكافؤوا هو مش بيكافؤوا هو كده بيدوره طبعا تاني حاجة أي مشكلة عندي في الجهاز الهضمي لازم أعرف أننا مناعتي ضعيفة عندي إسهال مزمن مزمن ما بيروحش عندي إمسات مزمن ما بيروحش حاسة بعملية الهضم حاسة أن في حرقان في معدن أي مشكلة في المعدن لازم أجري على دكتور بطنة فورا لأن وانس إن عندي مشكلة في الجهاز الهضمي يبقى أكيد مناعتي ضعيفة لو أنا بيحصل لي تكرار للبرد في أوقات قصيرة يعني تقصودي فروق الوقت تبقى قريبة من بعض ما تبقاش على فترات متبعدة طبعا يبقى أكيد أنا مناعتي ضعيفة وقت التعافي بياخد وقت مناعتي ضعيفة عشان أقوي مناعتي لازم أهتم جدا بجهاز الهضمي جدا لازم أهتم بالنوم الكافي لأن بالليل لما بنام الفترات بتاعت بالليل هو اللي بيديني ويت بلد سيلس أعلى ولازم أستخدم ELP مالتي بيت القوي جدا والداعم للمناع والخلايا الدم وطبعا صورة ELP مالتي بيت على الشاشة عندي 30 تابلت في العلبة عندي 30 قرص الكورس أو العبوة بتكفي شهر السعر رائع سعر في متناول الجميع يا عظيمة يعني على طول بقول الصحة مش مقتصر على فئة معينة من الناس الصحة للغني والصحة للفقير صحيح فقالب مالتي بيت داعم جدا بالنسبة لسعره وداعم للكفاءة بتاعت صحة الدمي طبعا أنا عندي الزنك الأعلى تركيز الزنك على فكرة مش بس للمناعة أنا ممكن أتكلمك حلقات عن الزنك بس الزنك يعني مناعة يعني تقوية شعر طول الوقت لما البنت شعرها بيقع نقولها شوفي الزنك عندك نسبته قد إيه عندك لتقوية الضوافر عندك أن الزنك مهم لكل الخلايا اللي بتجدد في السم في الدم زي خلايا الدم الحامرة خلايا الدم البيضة الزنك داعم جدا للخصوب عند الرجال كمان طيب لو هتكلم على فيتامين سي مش بس مناعة أنا عندي فيتامين سي مهم لإعادة أو لتعزيز امتصاص الحديد ده مهم مهم جدا أن الحديد يبقى نسبته كويسة في الدم طبعا كتير بيقول لك إيه طب أنا باكل حديد باكل مصادر حيوانية كتير طب ليه عندي نسبة الحديد قليلا بقول على طول لازم بنركز كمان في فيتامين سي عشان كده الدكتور لو لقى مريض عنده أنيميا بيكتب له حديد ويكتب له فيتامين سي معين فيتامين سي مهم لإيه كمان فيتامين سي مهم لتعزيز الكولوجين الكولوجين مهم الغضريفي العظيم لبشرتي لتأخذ ظهور التجعيد فيتامين سي بيعزز لي كمان فيتامين سي وفايتامين إيه عشان يحمينا من أشعة الشمس الضرة كلنا بروح السحل الشهور دي صحيح بنحط السام بلوك لكن جسمي ما بحطش فيه سام بلوك لازم أحمي جسمي من أشعة من الألترا فيلت اي و بي صحيح من أكثر من أقصص أن يستنزل من الصمح ومتنبقاش عارف التوقيت الصح بالظبط أشعة الشمس لازم نبقى سكية نعرف ناخد منها الحلو ونسيب الوحش صحيح الحلو بتاع أشعة الشمس أن احنا بناخد فيتامين دال فيتامين دال يعني برضو برجع أقول الحياة صحيح فهو اللي بديني فيتامين دال الوحش في أشعة الشمس الأشعة الفوق بنفسجية الألترا فيلت اي و بي بتأدي لقدر الله إلى حروق في الجلد وأحيانا سرطان جلد فلازم أحمي جلدي بفيتامين سي وفيتامين اي اللي داخل قلب مالتي فيت هايل طبعا كالعادة عندي أسئلة للمشاهدين لكن خليني برضو إيه طب نقول لنا الأول نستخدمه كم مرة عشان لو لسه لنا أصدقاء منضمين يعرفوا استخدامه كم مرة في اليوم والجرعة قد إيه الجرعة لكل الناس من سن 13 سنة بقدر استخدمه لجميع الأعمار حتى أصحاب الأمراض المزمنة كويس الجرعة هي قرص واحد في اليوم أهم حاجة على كوباية ماء كبيرة مش بقق مية يعني يقولك ياخدوا القرص وبقق مية لا لازم كوباية مية كبيرة لأن الفيتامينات فيه بتضوب في المية بتضوب في المية لازم أخذ كوباية مية كبيرة إمتى أخذه بعد الفطار بساعة أو بعد الغدى بساعة لا يستحسن بالنسبة لي أن أخذه قبل النوم عشان أنا بقول أنه غاني بعائلة فيتامين بيه الكاملة فبيديني نشاط عالي أولا هاي فأنا أخذه بعد هو قرص واحد بابا كترش عن كده لأن كنتي بقرص بتاخدي فيتامين سي بتاخدي زينك بتاخدي فيتامين بي كل عائلة فيتامين بي بتاخدي الكالسيوم الكالسيوم مهم جداً لتكوين خلايا العظام سواء عظمي سواء سناني الكالسيوم مهم للسنان مهم للعظم ومهم لانقباض العضلات أحياناً فيه تشنك في العضلات وناخد حاجة بسطة للعضلات في الوقت أيوة صح فمغنيسيوم وكالسيوم بيكملوا بعض وعضلة القلب محتاجة كالسيوم فأنا عندي كالسيوم والحلوة في المال تفيد أن الكالسيوم اللي فيه عظيمة ما خافش منه نسبته مش عالية يقولك دينا بتقول مثلاً أنا باخده ديلي تايم يقولك إزاي ده فيه كالسيوم الكالسيوم أنا محتاجة انتيك يومي ألف ميلي جرام ألف باخده من اللبن باخده من البيض ومنتجات الكالسيوم المال تفيد فيه سبعين بس فأنا مخافش أبداً من ترسيب الكالسيوم في الجسم من ألبا مولتي فيت معمليش علاقة من مكملة النتائية الأخرى نسبته معتدلة ونقدر نستمر عليه بدون خوف جدا جدا والسيدات الحوامل بتاخد برضو قرص واحد في اليوم وبستأذن السيدة الحامل أنها هتسأل الدكتور لو محتاجة نسبة كالسيوم أعلى من ألبا مولتي فيت تدعم مع ألبا مولتي فيت بقراس تانية كالسيوم زيادة دي الحامل فقط عشان محدش يقولي لا ناخد ده وناخد كالسيوم كمان ونسبة الكالسيوم تعلى في الدم فالحامل بس بتاخد كالسيوم زيادة وده بيبقى مع الدكتور مع الدكتور بيقول لك اللي بتردع اللي مرتاحة بتاخده مهم جدا مقولة خطيئة بقى أن أنا خلفت مش محتاجة فيتامينات إنتي محتاجة زي الحامل في ناس في العالم بيختلف عليها الفكر ده طبعا محتاجة الفوليك أسد وطبعا ألبا مولتي فيت داعم جدا للحامل لأنه بيحتوي على فوليك أسد كمان والفوليك أسد مهم جدا لتكوين خلايا الدم كمان مش بس الحامل تاخد فوليك أسد احنا كلنا محتاجين فوليك أسد انتعرف أنا واحدة من الناس كنت فاكرين فوليك أسد ده بيتاخد أول فترة الحامل بس ده كل فكري إنه دي أهم فترة بيتاخد فيها ما عنديش فكرة ممكن بعد كده يتاخد في اللوم والله يا عظيمة دلوقتي ناس يمكن زمان موضوع الفيتامينات ما كانتش ضرورة أو ناس فاكر انها مش ضرورة كانت مكملات فاعلة مكملات لكن هي ضرورة للحياة لا جدال وأصبحت دلوقتي لازل بقى ان احنا على طول فاست فود وأكل من بره وناس بتستسهل حرام واحنا يعني لازم داخل جوه لأكل حاجات ما بقتش طبيعية زي زمان ما أنا بقى في البيت بيتعامل حاجات طبيعية وديتقى مرهقة على السد جدا ولما كلمتيني برضو على موضوع الأكل احنا مهمة قوي ان احنا ناخد حاجة كتير مننا ممكن أنا الأطفال بطول الوقت بيحبوا مقليات طول الوقت فرايز تشيكن بالبني فالمقالة كتير دي بتأكسد الجسم مصصات الكتير مصصات الكتير بتأكسد الجسم فلازم طول الوقت اخذ مضاد للأجسادة لقوا الدراسات الطبية لقوا علاقة وطيدة بين الأجسادة وبين السرطان فلازم أحمي جسمي من الأجسادة قلب ملتي فيت داعم جدا للأجسادة لانه بيحتوي على فيتامين إي دا أقوى فيتامين في العالم بيشتغل كضد أجسادة ألبا مالتي فيد في فيتامين إي وفيتامين سي كمان أنتي أكسد هيل هيل طب قولنا بقى بعد فترة قد إي عشان دا من أحد الأسئلة نحس بال يعني بعد قد إي من الانتظام في الوقت أحس بفعالية من ألبا مالتي فيد أنا في خلال يومين تلاتة هحس بالنشاط بتاعي لانه داعم جدا للنشاط البدني ودعم للصحة كمان أنا لما يبقى مودي أحسن بتلاقي نشاطي أحسن المناعة طبعا برضو أنتي بتدعمي جسمك من المناعة فالمناعة بتزيد على طول لكن لو هتكلم في تحسين البشرة والشعر أكيد الشعر بالذات هياخد وقت يعني يعني ما حدش يقولي من البنات مثلا أنا أخذت قرص ألبا مالتي فيد بكرة هلاقي شعري كويس الشعر بشوف تحسن في خلال شهر أهم حاجة الالتزام وأن أنا أخده يعني أخده يوميا ما فيش حاجة اسمها مرة في الأسبوع طيب الناس بتطعم لما بيكون المكمل الغذائي اللي هياخده يدينا حاجة موجودة في الصيدليات ويقدروا يشتروها بشكل آمن ودي علامة من العلامات اللي بتقول أن المنتج ده طالما هو موجود أو المكمل الغذائي ده موجود في الصيدليات بقى كده آمن دي حقيقة فعلا دي حقيقة مية في المية مية في المية ما فيش صيدليات بتحط حاجة مش مرخصة لا يمكن فأنا عشان أطمن أنا باخد أدويتي مستعدلية كريماتي مستعدلية المكملات الغذائية مستعدلية أو عن طريق الرقم بتاع الشركة الشركة بتاعة ألبا مالتي فيت فألبا مالتي فيت مرخص وموجود أنشالفة دي حاجة آمنة جدا أن أنا باخد حاجة ببلحة وأنا عارف أنها أقامنا طيب في بعض الناس اللي بتعمل عمليات السمنة بيسألوا السمنة والتكميم والحاجات دي بعد العملية يا دكتور بيتكتب لهم على فيتامينز فهل مناسب وكافي ليه ومن هما ياخدوا الألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت دعم جدا لكل اللي دخلين عمليات السمنة أكيد تكميم تحويل مصار ولازم لأن أنا لما بيحصل بعمل تكميم أو كده أنا بقص المعدة تلت ترباح فالإنتاج بتاع الأكل بيقل تلت ترباح فبتلاقي لو أنا مخدتش فيتامينز شعري يعني آخة سيت بس تعبانة والش أصفر حالة سودة مش قادرة تحرك مش قادرة أقوم شعري طول الوقت بيقع فلازم أدعم بألبا مالتي فيت ومنصح بألبا مالتي فيت أكيد لأنه في معظم الفيتامينات ومعادن اللي هما محتاجينها هاي طيب أسئلة المشاهدين معينا برضو سلمة خالد بتقول إيه بقى لسه والدة بنتي من شهرين كنت عاوزة أعرف هل ينفع آخذ مع الرضاعة ولا لأ وهل ممكن ألاقيه عندي هنا في أسيوت القلب مالتي فيت القلب مالتي فيت موجود أكيد في أسيوت وكل خط السعيد احنا موجودين في سلسلة سيدلات معروفة جدا سواء ناخده من السيدلات دي أو ناخده عن طريق الرقم لزرع الشاشة وأحب أقول كمان أيوة الصفحة دي بنسبة لأسيوت أو أي محافظة نزلوا سيدلات جنب بيتهم وارد أن احنا ما كناش لسه وفرنا في السيدلية الجنب بيت اللي عميل فليها حل فليها حل بقى إن كود السيادلة احنا متواجدين في الشركة المتحدة للسيادلة وكود السيادلة 83 205 حتى العميل يقول لا هو موجود في كذا وفره لي في السيدلية لتحت بيت الصيدالي هيتصل بالكود اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي هو اللي هيطلب من الشركة المتحدة من الشركة المتحدة للسيادلة لأن ده حل هايل بصراحة وكمان عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرل للاستفسار عن أي سؤال يخص ألف مالتي بيت وديش الصورة مليموش بدائل هو دي شكل العلبة يا جماعة عشان تبقى عارفين ما عنديش بدائل خالص الألف مالتي بيت ما هو الدولاتي أنا شايفة ثلاث شرايط في العلبة كل شريط عشر تقراس هيكافيني شهر كامل هيكافيني شهر كامل وهنا على الشاشة كل الفيتامينات والمعدن الموجودين 13 فيتامين ومعدن زينك الفيتامين ها هو فيتامين اي فيتامين سي به 3 به 6 به 5 نحاس النحاس انتي ايجينج يا جماعة النحاس مهم جدا ومحدش ياخد مكمل غذائي فيه زينك على المضارد طويل من غير نحاس وده كذا مرة وطبعا عندي الكالسيوم وعندي الفولك أسد وعندي الكوبالامين وعندي كل عقلة فيتامين به الكاملة هايل والله دي حاجة رائعة لأنه يعني معظم الفيتامين زيننا محتاجاها النسب معتادلة صح مناسب لكل الأعمار مناسب اتداء من 13 سنة مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة دي طبعا حاجة هايلة طبعا لسيدة الحامل والسيدة المردعة المردعة ده ممتاز وأصحاب الأمراض المزمنة سكر ضغط قلب كوليسترول يستخدموه بكل أمان مع الأدوية اللي الدكتور كاتبها عليك هايل طيب هاسألك بقى سؤال كمان من أسئلة المشاهدين آخر حاجة محمد النحاس بيقول موجود في المنوفية شبينكم بيأمنوا بيأمنوا طبعا معلش آخر حاجة مرة برضا تطبوه من خلال الأرقام يدينا مع الاتليز أكيد طبعا موجود في المنوفية احنا موجودين في سلسلة السيدلات كبيرة موجودة السيدلات دي موجودة في كل محافظات مصر فيقدر يطلبوا من السيدلية وبرجع أقول ما عنديش بديل ولو السيدلية اللي جنب بيته مش موجود احنا زي ما نقولت الكود بتاعنا 8325 موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة السيدلية يقدر يتكلم يطلبوا والأريح لو مش عايز تجيبوا السيدلية كلمنا عن طريق الأرقام لزارع الشاشة بنوصل لحد باب البيت في المنوفية هاي أشكرك يا دونة بجد والاي انتي عارفة الوقت بيعدي معاك بسرعة جدا بسعد لما بشوف كده بصي الكارد اللي بي فيه أسئلة المشاهدين فيه كثير هنجاوب على كل أسئلة حضراتكم إن شاء الله متواصلين معاك ودكتور دينة أبو السعود الحقيقة ما بتتأخرش وأنا بشكرك بجد على وجودك معايا النهاردة حقيقي واسمحولي أشكر ضفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور دينة أبو السعود المستشار الطب لشركة بايو ناتشرل نورتيني وشرفتيني دندونة وإلى يعني فقرات تانية كتير نجاوب على أسئلة أصدقائنا واسمحولي الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعة جدا لكن أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعيدة وسلام عليكم